التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن محافظة مطروح لم تكن تحصل على اهتمام من الدولة خلال العوام الماضية مشيرا إلى أن المشاريع التنموية التي تتم في المحافظة سيكون لها تأثير كبير على حياة أهلها جاء ذلك خلال الحوار الذي أجراه الرئيس السيسي مع أهل مطروح والسلوم وسيد براني على هامش زيارته لمدينة السلوم بمحافظة مطروح كما أكد الرئيس السيسي أن الحكومة منذ ثمانية عوام تعمل على امتداد الدولة المصرية ولا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية وأشر إلى أن الأزمتين التي تعرضت لهم مصر سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية والأثار المترتبة عليهم لم يكن للدولة سبب فيهما مشددا على أن الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرجد من الدولة وأشهر الرئيس السيسي إلى أن منفذ السلوم سهم في تنشيط حركة التجارة مع الشقيقة ليبيا مضيفا أن الدولة تعمل على إقامة منطقة لوجستية هناك على مساحة 300 فدان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر والامتنان لكافة المشاركين في أعداد وصياغة هذه المخرجات كما أكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية وأضف الرئيس السيسي أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان رفع توصيات ومقترحات الحوار الوطني المتوافق عليها لرئيس الجمهورية بعدما أنهى المجلس اجتماعه أمس وأوضح المنصق العام في تصريحات له أن ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من توصيات ومقترحات يمثل فقط الموضوعات التي تمت مناقشتها والانتهاء منها بالتوافق حولها في جلسات الحوار الوطني والحوار العامة التي عقدت بالفعل حتى الآن وأضفها رشوان أن الحوار وجلساته العامة والمتخصصة مستمر بالانقطاع خلال الفترة القادمة وذلك لمناقشة الموضوعات التي لم تناقش بعد مجددا شكرا وتقدير مجلس الأمناء لرئيس السيسي على استجابته الفورية لمخرجات الحوار وإحالتها للجهات المعنية في الدولة ساد الظلام في جميع أنحاء لبنان بعد انقطاع الكهرباء بشكل كامل في البلاد إثرى انعدام التغذية عن المرافق الأساسية للدولة وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بدأ توقف محطتي توليد الكهرباء عن العمل في دير عمار والزهراني وأدى انقطاع طيار الكهربائي لإصابة المرافق الحكومية بالشلل كما توقف تزويد مطار رفق الحرير الدولية في بيروت بالتغذية الكهربائية حيث يعمل حاليا على الموالدات الخاصة به حتى نفاذ المزود لديه تعقد اليوم لجنة رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إكواس اجتماعا استثنائيا في العاصمة الغنية أكرا لوضع اللمسات الأخيرة على قطة التدخل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وعلنت المجموعة في حسابها على منصة إكس بدأ تفعيل القوات الاحتياطية لنشر عناصرها في النيجر وكانت القمة الاستثنائية الأخيرة التي عقدها رؤساء دول وحكومات المجموعة قد أقرت تفعيل القوات الاحتياطية لها وذلك لاستعادة النظام الدستوري في النيجر قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات إن كييف لن تتمكن من استخدام طائرات F-16 أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين وفي تصريحات له قال إهنات إنه من الواضح بالفعل أنه لن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها باستخدام مقاتلات F-16 قريبا مضيفا أن كييف كانت لديها آملا كبيرة في استخدام هذه الطائرة وأن تصبح جزءا من منظومة الدفاع الجوي الأوكراني رياضيا توجى فريق منشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي للمرات الأولى في تاريخه بعد فوزه على فريق إشبليا الإسباني بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما باليونان حيث تقدم إشبليا في الدقيقة الخامسة والعشرين عن طريق المهاجم المغربية يوسف لنصيري من ضربة رأسية وعدل سيتي النتيجة بالدقيقة الثالثة والستين عن طريق كول بايمر من ضربة رأسية أيضا